نتكلم عن الفك والامراض المرتبطة بالعدام فكان عارفه لانه احتفل فكين امراض اللي هي مرتبطة بالعدام وعنده علاقة كبيرة مع الفك ولكن قبل ما ندخلوه في التفاصيل والتشخيص نبغلو نعارفه اولا تركيبة دي لهاد الفك من حيث المكونات دياله من حيث المفصل هذا كيفما قلت المفصل ديال الفك را كل شي تيعرف يعني في مكي تواجد ياك وكي يلعب واحد دور مهم في المديخ هو اللي تيشتغل يعني مفصل كيشتغل اللي تنحلو فيها الفم ديالنا يا اما باش نتكلمو يا اما باش نناكلو فهد المفصل هذا كي تكون بمياتور ملتقة هو ديال الجوجة دا وكي تواجدو فيه اعصبات كي تواجدو فيه شي جليدات كنعيطو لهم ليمينيسك وكي تواجدو فيه واحد الوديسك تا هو اللي كيكون مبين هادوك الالعدام ومغشي بواحد لغشا يعني فيه واحد العدد ديال المكونات فهد المفصل هذا تا هو كيمكن يعاني من مشاكل المفصل يعني المفصل ديال الفك واللي عنده علاقة بأمراض العدم تماما يعني يعني واحد العدد ديال المسائيل را ابنين غادي نتكلمو عليها يعني غادي يمكن تستغربي لانا كين شي حويج اللي كنحسو بهم بعادين على الفك وهو الاصل ديالهم هو المشكل في الفك انتي حسف تشخيص يعني غادي نتكلمو عليها تشيك انت دكتور هاد امراض الفك في الغالب يعني كيكون واحد الخلط كبير على اساس انه كيلي كدروا الودن دياله ملي كيجي كيقا كين علاقة كين مشكل متلا في الفك كيلي كيدروا سنن دياله ما تعرفش حتى كيلقا انه حتى الحرق عنده على مستوى الفكين فدك شعليش بغانا نركزو اليوم على هاد النقطة على هاد العضب الدست ديال الفك تماما يعني والامراض اللي ممكن يتصيبو هاد المشكل او للألام اللي يمكن او او للألام اللي غادي يمكن جثمون التهاب اللي ممكن نحسو بي في هاد المفصل ديال الفك هو كيمكن يخص الرجال والنساء همتي هدي من جهة فإلى اخدينا الجوج ديال الاشخاص غادي يلقوا واحد فيهم عنده مشكل ديال الفك ولكن إلا اخدينا عشرة ديال الاشخاص كالقوم غير واحد في دك عشرة اللي مشى دوز يعني ومشى يعالج مشكل في الفك فاكتشوف بأنه واحد العدد ديال الناس عندهم مشكل ديال الفك ولكن ما كينش تشخيصوا ما عارفينوش. اخ اشنو يمكن اشنو هما الاسباب اللي بغيت تقول اللي يمكن يفسروا لنا هاد المشاكيل اللي يمكن توقع في في هاد المفصل ديال الفك فاكين اللي عندو ديكالاج يعني السنان الفقانيين و السنان التحتانيين مفوتين على بعضياتهم كيمكن يخلق لنا مشكل ديال عدم توازن بطبيعة الحال في المفصل ديال الفك ديال الفك بقدون كين اللي كيمدغ مغير على الجهة كيركز على جهة واحدة ايه يعني بدوني سباب اولا مغير ببلو الفصفي فمنين الواحد كي كتر المديغ من جهة اخرى دونك عاو تاني كين عدم توازن غادي هاد شي اثر على هاد المفصل ديال الفك كين اللي نقصي نو سنان ما عندوش ما عندوش وحدة اولا كتر من وحدة غادي خلق لنا مشكل ديال الفك كين عاو تاني اللي هو عيش في واحد الحالة ديال استخس اه وبطبيعة الحال ما ننسوش بانهو كين ان عادلت اللي هما دايرين بهاد المفصل ديال ديال الفك فا اه يمكن بطبيعة الحال هاد شي يؤثر على هاد المفصل هادا كين اللي تيعيش اه يعني اه اه اطراب نفسي يعني هناك تشوف بانه اه هاد الجهاز العصبي غادي يمكن يؤثر لنا سيل بيا على هاد المفصل ديال الفك كين اللي غادي تعرض للبرد فانتي مكان في شي وحنا دا بلا انا را تنعيش وهاد الحالة هادي ولو هاد يومين بدايس خمشي شوية الحالة ولكن ناخدو بحتياتك لانو فاللي كين اللي كيمكن يتعرض للبرد وغادي يمكن افكتب ما يحس بشي حاجة في الفك دياله هادك الحاجة يليك توصل حتى لديك العصب السابع لديك شلل المثال اللي كي يكون في ايه احنا غادي نتكلم عليها تماما الو كين عو تاني اللي هو عنده مشكل في النف بحيط الهواء ما تيدوش له مزيان يا اما كين ويجاج فالا فاد الاكل وازو نازال كيمكن دونك الهواء ما تيدوش مزيان كيمكن يؤثر له سلبيا على هاد المفصل هادا كين اللي كيكتر من المسكا كينين واحد العدد معنهم بانسور الناس في اه ولدات صغار مكعرفوش كيكتر من هادا كلم دياله يليكي موفمون ومتال ال مضيغ يقول لي كي يخدم عاو تاني بكثرة هاد الفك هاد غادي يمكن يدلينا التأكل ديال الغضروف اللي تنعرفو يدلينا اللي أخفز دكتورة تفكرت واحد الحالة واحد سيدانيت كان جاتنا هنية وانه بكثرة ما كاتم ضغل المسكة بزيف لقات بانه هي مردش البال يعني من قبل حتى عرفت باننا ركاتم ضغل المسكة واحد شكلة وفعلا يعني كثير بزيف العضلات يعني هاد العضلة ديال الحنك ولات يعني عامرة عادي ووحدة يعني ضعيفة يعني من اللي كتشوفي كي بل انه في الحنك ديال هكين واحد مطلق هلا واحد الجيادة للرياضة ديك المضيغ لكتير ايدي المسكة هاد شي مسائل ما تنتبوش لهم ما تنتبوش لا نهائيا كي اللي تي يكل الدفران ديالو هاد اللي عندهم مشكلة في الغالب تيكون مشكلة نفسي ولا ديالستخاس ولا ديالقلق هو اللي تي يكتر من داك التأكل ديال الدفران ديالو تي اضطر لنا على هاد المفصل هادا كي اللي تنعس على كرشو سهو تي خلق لنا عدم توازن في هاد المفصل ديال الفك كي اللي تيدير لابلونجي سو مغين كي يغتصو لالناس اليوم مولوعين بهاد نوع انتع الرياضة سهوما كيمكن يمقع لهم مشكلة الموسيقيين واللي تيدربوه كمان كتلاحدي بانه راسهم كي يكون شوية ماي الاعوج وتيحطوه بحالك دا راجو سمو كيمكن يأثر على هاد المفصل ديال الفك فالاعراض لانه هادو اسباب متنوعة وربما كتير منها متان ردوش لها البال اللي غادي حكموا هادوك الاعراض لانه كين اعراض كتيرة ولكن شنو مالحويجات اللي يردو لها البال يعني الرجال ونساء ووليدات يردو لها البال قبل ما يدروا استشارات تبية واللي يعرفوا انه راكين شي حاجة خاصها يعني تشخيص كينين واحد العدد كيمكن نسمعو الترتيق هاد المفصل ديال الفك كيمكن ان القاو صعوبات في المديخ كيمكن الفم ميوليش يتحل كله كيمكن هاد المفصل هاد يتبلوكا نهائيا يعني كينبلوكاش كيمكن هاد المفصل هاد اللي هو كيتكون من جوج ديال العدم كيمكن عدم يتفوت على عدم كيمكن الواحد يحس بالعيا كيمكن يحس بهاد العضلة اللي هما كينين فاجيها ديال الفكر بحلم شدودين بحلم كروزين كيمكن يحس بسنانو كي اعطيك وبالخصوص في الليل كي اللي تيناس في الليل وكتسمعي السنان كيديرو صباح كنتيني على اراجية من هاد الشي هذا كيمكن يحس الواحد بالألم في اللوجه ديالو داكو كيمكن يعد هاد اللاجو ديالو من الداخل ايا لحنك ديالو من الداخل كيمكن يكون عندنا التهاب في اللحم ديال السنان احنا بدينا نبعده ارا هذاك شي ايا ولكن اراه مهم جدا لانه راه كين اعراض لكاتشابه و خاصاته خصوصات مختلفة كي اللي يمكن يحس بالدخل بعدم توازن كي اللي يمكن عنده يقول لي عنده آلم دياله سينوزيت ويارا ماشي سينوزيت راه مشكي لجاي من الفك كين اللي يمكن يحس بالألم في راسه لاميغران شقيقه لهذا اللودن اللي كاتصفر كيمكن الواحد يجي واحد العرقاء من جهده في جبهة ديالو او الحمرية في الجلدة ديالو ديالو جهد طبيعة الحال كيمكن الواحد يحس بالألم في الرقابة ديالو احنا بعدنا بزاق ويمكن الواحد يحس بالألم في الكتف ديالو احنا بعدنا بزاق طبيعة الحال انتي شفتي الأعراض كثيرة وما كتشبه شي وصفغي كو الواحد ما كانش عندو تساعة تحسيس مدنسبة لهذا الشي هادا ما غاديش يعرف اشنو واقع في التات ديالو ويربط العلاقة تماما غادي يمكن يمشي عنده سميثو طبي بجال لودنين مثلا يلقى انا كل امور مزيان طوال لودنين غادي يلقى كل شي مزيان يمشي عن طويب ديالجهاز العصبي غادي يلقى كل شي مزيان اكزاكتما كاين مشكل في الفك ويلا متعل شي هاد المشكل هادا هاد الاعراض غادي تستمر معاه على طول الحياة فتشخيص هو تدار براديو عادي في اللول باش كتشوف هاد المفصل هادا كيف دير كيف دير شكل ديالو واش تيبال لك بعدها عادي واش ما كينش شي عويجاش في هاد المفصل واش كين ما كينش كيف مكتلك واحد ديكالاج كيمكن يبالك حتى الديكالاج كيم ما قلنا بنسبة السنان دونك هاد الراديو عادي كتسمى لابانوغاميك ديال السنان كلهم ديال فقانين وتحتنين وتياخدو لك حتى هاد المفصل ديال فك كيمكن الى الامور ما تسود تحت شي مزيان كيمكن ان نديرو سكانه ونديرو حتى اليغام هنا لحسب يات شغل الحالة كيف تبدو التشخيص بهذا الشكل وعاد ديكالساعة كتفقال حسب الحالة ذاك شي علاج مثلا من اللي كتديروا مثلا راديو وكتشوفوا الفك العلوي والصفلي يعني ذاك المفصل كامل كتقدو مثلا تشوفوا شي حويجات على اساس انه هورا معناتها علاقة بامراد مثلا المفصل والعظام الحمدول الله مزيل ولكن هراه كين مشكل ديال السنان يعني ذاك ساعة كتوجهوه للطبيب الاسنان يعني كتقدو مثلا يبلكوا هذه الامور لا معلومة طبيعة الحال هي مثلا الياجاك اشي شخص هو تعاني من مشكل ديال الكتف واحنا درنا لازم بنسبة الكتف احنا ركزنا على الكتف القيناة تشي حاجة درنا راديو عادي درنا الفحص بالصدا نغمال درنا احتلية غام ديالكتف تشيح حاجة مكينة ولكن الحرق كاين هلا الحرق كاين اذا السبب كين سبب خاصنا نقلب عليه في جهة اخرى هلا فاش خاصنا نرى صعيب شو الواحد غاد تقول له را جيتيني على الكتف كيدرك ولكن را المشكل جايك من الفكرة را نمشي وندير ودر راديو ديال را يقدر ما يتفهم شي هاد المسألة هادي فهمتي؟ ولكن انتي شفتي وهاد يعني اختاريتي وانا تنشكرك بساة فعلا هاد اسميتو هاد السيجي هادا اللي اختاريتي باش نتسكلمو علي لانما تنصرينوش في بساة اشتركوا في القناة